في ناس بيبقى حظها وحش. تدخل على الدكتور وبعد ما يكشف عليها يقول له يا استاذ حضرتك محتاج انك تبطل الترامدول. ويبدأ بقى الانسان يتداي كده اللي الدكتور قال لي الكلمة دي. او ندخل على مثال شكله اكثر براءة وهو بعد ما يكشف عليه الدكتور يقول له بص عم الحج حضرتك محتاج الشغلين بتاعتك تعبانة. ومحتاج انك تبطل اكل السمين وتبطل السكر. وتبطل الملح انت ضغطك عالي وسكرك عالي. ويطلع الانسان متدايق من العيالة. طب هو الدايق ليه? لانه دخل في حاجة اسمها كوجنتيف ديسونانس. نعربها نعربها. الترجمة بتاعتي انا اللي متطفقة نوعا ما مع ترجمة جوجل اللي هي النشاز المعرفي. يعني ايه النشاز المعرفي وايه المشكلة بتاعته? هنشوفه بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضرت. يعني ايه النشاز المعرفي? النشاز المعرفي في ابسط صورة ليه او الكوبناتف ديسونانس في ابسط صورة ليها. هي لما يبقى عندي فكرة معينة او مبدأ معين في ذهني. وعندي سلوك مخالف للمبدأ ده او مخالف للفكرة اللي انا بقى اتبنيها. اه واحيانا بتاخد اشكال اكثر يعني صعوبة لما يبقى الفكرتين بقى مش سلوكين الفكرتين عكس بعض. ولو في المرحلة الاعمق من المرحلة الابعد لو كانوا الفكرتين مش بس فكرة خير وفكرة شر. لا لو كانوا الفكرتين ما بين الخير والاكثر خيرا ما بين الصواب والاكثر صوابا. للتسهيل احنا هنرجع للمثالين اللي احنا قلناهم في بداية الفيديو اللي هو شخص مسلا بيتعاطى او بياخد الترامدول. والدكتور او المرشد التعافي او اي المكان بيقول له يا يا فندم الترامدول بتاعك ده مش كويس ده بيأزي بيأزيك على المستويات مختلفة. او المثال التاني ان الشخص هيطلع من العيادة اللي هو بتاع اللي عنده شغلين نتعبانة هيطلع من العيادة. الدكتور بتاعه بيقول له بطل اكل سمين وضغطك عالي وسكرك عالي وبطل السكر والملح الى اخره. يعني ايه بقى الدكتور ده حيسمم علي حياتي. فهنا بقى في فكرتين او فكرة وسلوك عكسة بعض. الفكرة هي انك متاكلش الحاجات المضرة دي او متاخدش الحاجات المضرة دي. السلوك اللي هو ايه. طبعا انا بياخد الترامدول. ما انا بفضل اطعاطى في فكرة الترامدول. ده بقى اللي احنا بنسميه النشاز الفكرة. بيحصل كده النوع من انواع كده يعني مفيش هارموني. مفيش تناغم جوه الذهن الانسان اللي بيعاني فيه اللي تحط فيه الصراع ده. يعني الانسان بيبقى موجود في حالة صراع. اسمع كلام الدكتور وابطل الترامدول وبطل السمين ولا آآ استمر في اللي انا عايزه. الموضوع بيبقى آآ آآ الناس تتعامل معاه على مستويات آآ مختلفة آآ عشان تحل الصراع ده. يعني لما يبقى الانسان في حالة صراعه مش مبسوطه متدايق والفكرتين عكسة بعضه. طب ما هو انا نفسي اخد الترامدول ما انا نفسي اكل آآ الحاجة الفلانية دي الحلوة او المالح. آآ اعمل ايه? فعلشان الانسان اللي يتحط في الصراع ده آآ يحل المشكلة بيتعامل باكتر من طريقة. اول طريقة وهي الطريقة المثالية والمفروض انها هتتحقق ان الانسان علشان يحل الصراع ده ويطلع منه هو انه يبطل السلوك المؤذي ده. فلو انا باخد ترامدول حوقف الترامدول لو انا عندي رعدات غذائية آآ مش مزبوطة انا هبتدي ان انا اعدلها. دي الطريقة الاولى اللي انا بحاول احل بها اسراع الفكرة وعدم التنارم الافكار والمبادئ اللي جات آآ في ذهني بسبب زيارتي للدكتور ده. الطريقة التانية اللي الناس بتحلي بها اسراع ده وهي انها هتبتدي بقى تغير الفكرة من اساسها بقى. مش تغير السلوك لا انا هغير الفكرة. تغير ازاي? آآ مثلا في حالة الترامدول لأ انا باخده تفاريح مش عامل لي حاجة دلوقتي آآ كل الناس آآ بتاخده. هو انا باخده كمنشط او في الفكرة بتاعة الشخص بقى الشرارين وتعبانة بيبتدي يقول لنفسه بقى يا عم العمر واحد والرب واحد آآ ما هو الناس كلها بتاكل يعني احنا حنعيش مرورتين آآ فبيبتدي آآ يغير الفكرة مش يغير السلوك. الطريقة الثالثة اللي بيتعاملوا بها الناس آآ عشان تحل الصراع الفكري ده او النشاز المعريفي ده او الانكونسستنسي او عدم التناغن ده هي انها تبتدى تحط افكار من عندها او تبتدى تحط آآ يعني سلوكيات جديدة على اساس انها تحاول تعدل ما بين الفكرة الصحيحة والسلوك اللي مش مظبوط. فنلاقي مسلا بتاع الترامدول يبتدي يقول لأ انا بدأت اقل بالفعل لكن انا مش هقدر اني اوقف. او ان انا بدأت مسلا آآ العب غياغة بدأ ما انا انا باخد خمسين حباية لا انا هاخدهم تسعة واربعين. فبيبتدي يحط افكار من عنده. بتاع السنين يقول لي اه الفكرة اعملالي اه اه توطر اللي هي فكرة ان انا لازم اعدل النمط الغذائي بتاعي. انا مش قادر اعدل النمط الغذائي بتاعي. فبيدخل بحل التالت ان هو يشرب اه شيء اخضر. اه بص انا حلعب رياضة. انا ححط اللاصقة السحرية من اه على الكعب بتاعي من تحت تسحب اه كل السموم. فبيحط حل التالت او يحط فكرة تالتة على اساس انها تحاول انها تعدل ما بين الفكرتين او تعدل ما بين الخير والشر مسلا اذا كان يجوز ان احنا نسميهم اه كم. الطريقة الربعة الناس بتحلي بها اسراع الفكرة ده او النشاز المعريفي ده هي انها بقى تبتدي تقلل بقى من الفكرة من اساسه بقى تقلل من اهميتها. اه هو الدكتور ده بيفهم يعني هو هيسمم علينا حياتنا. انا كده كده هبتدي اخذ الترمدول وحفظ المستمر فيه زي ما انا. اه لا يعم اه اه اديني اكل السمين واكل الملح واكل السكريات وما يهمنيش بقى اللي هيحصل خلص بقى انا هبتدي يعني نوع من انواع الاستسلام للامر الواقع او الاستسلام للسلوك المؤذي او المضير اه ده. فزي ما حضراتكم شايفين ومش بس يعني للعمل بتاعاتنا. لا على مستوى انا احنا الشخصي احيانا كتير جدا بتبقى فيه فكرة معينة. اه الانسان تربع عليها فكرة اخلاقية معينة مبدأ معين. وفيه سلوك معين هو اه بيعملهم. فبيبتدي مش عارف يوفق ما بين الاتنين يتبع الاربع حاجات اللي احنا عملناهم دولة اللي احنا قلناهم الاربع طرق في التعامل مع الانكونسستنسي او التناغم او النشاز هو انه اه اه بيعمل نوع من انواع التبرير بيدي لنفسه مبررات بيدي لنفسه كده نوع من انواع يعقلن الموضوع يعني ممكن يجي للشخص بتاع الترامدول كل الناس بتاخد حصل لها ايه اه او الشخص اللي بياخد السمين اه اه يا عمي اه العمر واحد ويرب واحد فبيحاول كمان يقول بالموضوع ممكن مسلا في شكل ديني او في شكل اه اخلاقي فكل دي مبررات احنا بنخلقها لنفسينا علشان نحل الصراع والنشاز والعدم التناغم اللي احنا واقعنا اه فيه ايه خطورة يعني ايه اهمية ان الانسان يبقى عنده اه نشاز يعني ايه خطورة ان يبقى عنده النشاز معرفي او عدم تناغم فيه فيه ابحاث اتعاملت قالت ان ليها تأثير اه اه فيسيولوجي ليها تأثير عضوية على البني ادم يعني لما انا ببقى مقلق ببقى اه مش مبسوط اه اكل ولا ما اكلش اخد ولا ما اخدش اعمل ولا ما اعملش اه اتصرف ازاي اه ايه الصح وايه هالغلط الانسان مش مش بيبقى مبسوط وده بينعكس عليه على الاعضاء الجسمانية بتاعته وقدرت فيه بعض الابحاث قدرت تقيس مستوى التوتر في الانسان اللي اللي خضع للواقع تحت تأثير الصراع الفكري ده او الصراع المعريفي ده وقدروا يقيسوا ان بعض فيه بعض الاتراباط اللي بدأت تحصل في الجسم بتاعه لما يبقى محطوط قدام خيارين صوت بيقول له متاكلش التاني بيقول له لا انت مش هتقدر صوت بيقول له متاخدش الترامدول الصوت التاني بيقول له لا انت محتاج انك تاخده دلوقتي وايلا هيحصل لك كذا وكذا وكذا فليها تأثير عضوي وبالرغم من ان العلماء اللي تكلموا على التأثير العضوي ده وديه حاجة مفترض ان ديه حاجة طبية ممكن ان احنا نقسها بس انا شايف ان الصراع الفكري والقلق الفكري اللي تخلق جوه الانسان اللي طير النوم من عينيه حتى ولكن ده تأثير فيسيولوجي واللي ما بقاش مستمتع بحياته انا شايف ان الصراع الفكري اهم من التأثير الفيسيولوجي اللي بيحصل للانسان هل الموضوع بيقف لغاية هنا لا هل كل فكرتين عكس بعض بيعملوا النوع من انواع الانكونسي او عدم التناهم او بيدخل الانسان في صراع فكري او صراع او نشاز معرفي الاجابة لا في حالتين الانسان بيدخل بيدخل فيهم في الصراع الفكري ده او بيدخل فيهم في النشاز المعرفي ده اول حالة لو انت حر في حياتك لو انت عندك حرية الاختيار فالمواقف اللي بتبقى فيها عندك حرية الاختيار بتبقى المشكلة اكبر بيظهر فيها بقى كده فعلا الصراع الفكري والصراع الاخلاقي والنشاز المعرفي غير لما انت تبقى مكبر على الفعل علشان كده في قصة الادمان الجزء بتاع الصراع ده بيبقى واضح او الجزء بتاع الاكل الغير الصحي بيبقى واضح لما انت تبقى عندك حاسس انك حر اعمل كدا ولا ما اعملش كده اقول اي اروح اكل ولا ما اكلش اروح اخد الترامة دول ولا ماخدش فكل مزاد السقف الحرية وكل مزاد السقف حرية الاختيار انت بتبقى واقع في صراع فكري وواقع في النشاز ووقع في القلم ووقع في قصة الحرب المبادئ والافجار اللي عندك. لكن لو انت مقبر على فعل معين. لو انت مقبر على انك تختار آآ ما بين النقيدين. لا الصراعة ده آآ حتى يعني مدام في فكرة الاجبار. لا الصراعة ده بيبتدي L والحدة بتاعته بيبتدي L. وانت اساسا المبرر بتاعك موجود. المبرر بتاعي اللي هو انا مكره. انا مقبر على ان انا اعمل كده. في يعني في بعض المشاهد من فيلم الارض كانت في فكرة الاصراع ده ما بين ان انا اعمل الصح ولا ان الدنيا فرضت علي ان انا اعمل السلوك المعين ده او ااخد القرار ده يعني بالمناسبة يعني ما بين قصرين يعني. بنقع احنا كتير جدا في في الصراع الاخلاقي ده انا مخير ولا مصير انا مقبر ولا مش مقبر. اه لو انا مخير وانا اه صاحب القرار الصراع الفكري ده بيزداد وبتزداد الحدة اه بتاعته. النقطة الثانية وهي في شدة النشاز او خطورة الصراع الفكري ده. لو القرار بتاعي سيتلتب عليه نتائج سلبية. لو انا فضلت اقول للشخص اللي قدامي ده لو انت خطت رامدول هيحصل لك وحيحصل لك وحيتسوي وحتعاني وحتدخل في كذا الى اخيره. في الشخص اللي بياكل السمين وبياكل الغير الصحي انا بقول له خلي بالك انت شرعيناك كذا 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 كذا. فكل ما بيبقى بيبقى في كده او طبعات سلبية او افرار جانبية للقرار اللي انا هاخده في الحالة دي بيستزداد حدة الصراع الفكري وبتزداد حدة الصراع الاخلاقي اللي انا بدخل فيه. ده كان ملخص كده بسيط وسريع عن فكرة النشاز الفكري او الصراع الفكري اللي بدخل فيه الانسان. خلي بال حضراتكم اللي احنا بنقوله ده مش 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 حاجة يعني المقصود بها فلسفيا او اخلاقيا هو فيها طبعا جزء فلسفي او اخلاقي بس محتاجين ان احنا ننسب النظرية دي او الفكرة دي اللي صاحبها اللي هو ليون فيستنجر في الكتب بتاعته هحط لحضراتكم اسهل روابط ممكن نوصل لها عنه لكن ما ما ينفيش كمان ان احنا بنقع في الفكرة الاخلاقية دي ما بين حاجات كتير جدا قيم ومبادئ واخلاقيات اتزارعت في حياتنا من احنا صغيرين وما بين آآ ضغوط مجتمعية معينة وما بين سلوكيات معينة آآ مجتمعية معينة وما بين آآ ما هي كل الناس بتعمل كده ما هي كل الناس بتفكر بالطريقة دي اش معنى انا اللي بدخل فيه اصراع الفكري ده في المرحلة الاعمق من كده مش بيبقى اصراع ما بين الفكرة الخير والفعل الشرير او الفكرة الخير والفكرة الشرير لا المرحلة الاعمق من كده هو انهي الاخير زي ما انا قلت انهي الاكثر صوابا آآ ما بين الخير والخير الافضل او الصواب والاكثر آآ صوابا وهنا بيدخل الانسان في حالة الاصراع لو انا هخلي الموضوع اخلاقي هقول كده ان طول ما فيه اصراع دي علامة ايجابية طول ما فيه اصراع يبقى النتيجة لم تحسم بعد اول ما يختفي اصراع عليك انك تسأل نفسك انهي جانب الانتصر انهي فكرة اللي انتصرت الفكرة الصح الفكرة الخير الفكرة الاكثر خيرا هي اللي انتصرت ولا السلوك السيء او السلوك او الفكرة الشغيرة او الفكرة الاقل خيرا هي اللي انتصرت طول ما فيه صراع انت في حالة نمو ما فيش صراع عليك انك تسأل نفسك كده انهي فكرة اللي انتصرت اتمنى اني اكون اوضحت آآ نقطة صغيرة الباعث كان للفيديو ده هو ان انا امبارح دخلت في نوع من انواع الصراع الفكري او النشاز المعرفي وما حدش بيحب يعيش في حالة صراع لكن الصراع في حد ذاته بيخلينا بناء ادنين هو اللي بيخلينا يعني اللي بيميزنا ما بين الصح والغلط او الصح والاكثر صوابا او الاكثر صحة شكرا لحضراتكم وسلامتكم الف سلامة وسلام